أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثمما بعد أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد حلقة جديدة من طريق النور إنما العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل أن تتركه ومن بنى قبره قبل أن يسكنه ومن أرضى ربه قبل أن يلقاه حكمة يعني تكتب بمياد من نور على صفحات القلوب المؤمنة ليصير الإنسان عاقدا كيف أترك الدنيا قبل أن تتركني القضية أن مثلا مثال أحيانا نشغل عن الصلاة فمن شغل عن الصلاة ولم يصلي حشر مع من؟ قال مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف طب ليه الأربعة دون بالذات قال ما هو لا يمنع عن الصلاة ولا يؤخر عن طاعة الله ولا يحجزني عن الله عز وجل إلا ملك أو وزارة أو مال أو تجارة وهؤلاء الأربعة يمثلوا هذه المناحي السيئة الأربعة ملك فرعون جعله قال ما علمت لكم من إله غيري هامان كان معينا له ابني لي هامان صرحا لعلي أبلغ الأسباب وفرعون وملأه قارون قال إنما أتيتم على علم عندي أنا لا أعطي زكاة أموال لناس أنا اللي كسبت بعرق جبيني هو ابن خلف شغلاته وتجاراته عن الدخول في دين الله والعياذ بالله ربما ومات على كفره إذن قضيت أن أترك الدنيا قبل أن تتركني يعني يعني أخرج الدنيا من قلبي وأجعلها في يدي مش معنى أن الدنيا أروح أعتزل وأقعد في الجبل ولا في صومعه وأترهبن الرهبنة غير مطلوبة في الإسلام بالعكس لا رهبنية في الإسلام بالعكس الإنسان الطبيب في مستشفاه يعبد الله طالما يتقد الله رب العالمين المهندس وهو يبني المبنى الضخم ويتتقد الله في المبنى هذا سبحان الله المخرج التلفزيوني طالما يخرج برنامج نافع للناس والذي خلف الكاميرا والإعلام الذي يكتب والصحف الذي يكتب مقالا طيبا يحض فيه على الأخلاق والقيم كل هؤلاء دعاة إلى الله عز وجل الإنسان الذي يدير مؤسسة مدير مدرسة مدير مستشفى حاكم محكوم أي إنسان في مسئولية وزير غفير مدير كل هؤلاء إذا احتسبوا ما يصنعون ابتغاء مرضات الله يبقى الدنيا أصبحت مزرعة جيدة للآخرة إذا أخرجوها من قلوبهم واجعلوها في أيديهم أما أن أخذ المنظوع منظرة وفكر أن الوزارة أو الكرسي اللي أنا جاعد عليه أو الإدارة اللي أنا سأوليته من قبل الحاكمة من قبل الحكومة عشان تعملها للمنظرة ولظلم الناس وللتعدي على حقوق الناس وعدم السهر على أنا أرى أن الموظف الذي يترك مصالح الجماهير ويذهب لصلاة الظهر فيه ساعة موظف آثم يأخذ الظهر اللي يأخذ عشر دقائق وروح صلي الظهر وتفكر على الله لأن العمل فرض والسنن وصلي بيتك برحتك وروح صلي ترويح وقوم الليل وما حد لا أحد يمنعه لأن صلي الفرض وانظر إلى إيه ابتسم في وجوه الناس يقول يا أخي أنا صايم أنا اليوم يا أخي سبحان الله خلقي قبضاق أنا صلى إله إلا الله يا أخي لن تسعنوا الناس بأموالكم ولكن تسعنوا بحسن الخلق أنا لما أدخل إلى بلد عرب اليوم وأجد الذي أول من يستقبلني ضبط الجوازات بتقطيب جبين أنا أكره البلد نفسا لدخلها لكن لو وضعنا أناس قد دربناهم وشباب قد دربناهم على حسن علاقات العام مرحبا أهلا وسهلا إقامة طيبة كالت الرحلة السهلة كلمتين لا تكلفوا شيء لكن تكسب به يعني مش سائحا محبا لبلدك هذه المواطنة الحقيقي هذه حب الوطن مش حب الوطن أغاني حب الوطن أنا أشعار وقال لا حب الوطن عامل أنا أبتسم في ودشي يقول الله يجي يروح عند الموظف يجي يدخل عند الفندق يجي يجي الفندق مريح والناس ترحب به أهلا وسهلا ويبتسم هكذا هذا هو المسلم الحقيقي المعلم يبتسم في ودشه في ودشه التلاميذ والتلميذ يحترم أستاذه الجار يبشر في ودشه جار الزوج مع زوجته وهكذا فأنا أريد أن أقول لو أنا المسؤول في المصلحة يمر الصباح خمس دقاق على الموظفين ويربط على أكتبهم بركة ضغفين وربنا معكم إن شاء الله هذه تساوي الكثير عند الموظف لكن لا أرى المديري ولا وزيري إلا في الاجتماعات العامة ولا في الصحيفة أو في الجريدة طب أنا استفدت منه إيه لكن هو لو يزورني في مكتبي وأشعر الحكاية لحمة واحدة من ترك الدنيا قبل أن تترك لأن الدنيا سوف تتركنا فأنا أترك أن أخرجها من قلبي ويجعلها في يدي يبقى مش الدنيا غاية دنيا وسيلة وسيلة لمن لمرضات الله عز وجل وما خرقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ومن بنى العقل الثاني من بنى قبره قبل أن يسكن يعني روح عمل قبر لا أنا هيدفنوني في أي مكان بس المهم إيه القبر إما روضا من رياض الجنة بدفن الصالح لأن الجوار القبر بساكنها أو البيوت بساكنيها يعني سبحان الله يعني يعني وبأهلها تغلو الديار وترخصه فالصالح لما يتهم في القبر يصير روضا والطالح لما يتهم في القبر يصير والعيد يقول له إيه حفر من حفر النا فأنا أبني القبر قبل أن أسكن يعني جاهز نفسي يعني أكون جاهز ويسأل نفسك سؤال الآن الآن لو ملك الموت جاهني اليوم قبل أذن المغرب أو بعد صراحة الترويح أو قبل أذن الفجر أنا جاهز ولا غير جاهز اسأل نفسك هذا السؤال والوحيد الذي يجيبك عن سؤالك هو أنت لا أحد اسأل نفسك كده أنت يسأل نفسك نفس القضية فانظروا ماذا تكون الإجابة هل فعلا أنا جاهز قلت لا والله يا الله دين علي صيام من رمضان الماضي وعلي زكوات وعلي كذا واخدت من إخواتي أرضا لا أستحقها يعني أخدت مال من المال العام لا أستحقه طب أعمل إيه أعمل إيه هو ملك الموت هنتظر لما أنا أسدد ما علي لا يبقى إذن أنا أبني قبري قبل أن أسكون يعني إيه أسدد ما علي لأن الموت سوف يأتي بغتة بغتة لأن امتحانات آخر العام دائما معروفة معروف موعدها لكن امتحان خروج الروح غير معروف غير معروف والعجيب أن امتحانات الدنيا أسئلاتها غير معروفة لكن امتحان الآخرة أسئلاته معروفة من ربك ما دينك ما كتابك ما تقوله في الرجل لي أرسل فيكم هل لك حسن مخفية هل ظلمك حفظتي الأسئلة واضحة ماذا قدمت لدينك يبقى أبني قبري قبل أن إيه قبل أن أسكن وبعدين يقول وأرضي ربي قبل أن ألقاه لازم يعني يعني إرضاء الله عز وجل قبل أن أقف بين يديه يقول ماذا تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصت لي اليوم إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا فقلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قلتم إن أكرمنا أغنانا فاليوم أرفعوا نسبي وأضعوا أنسابكم فأين المتقون إذن المتقون دلهم نسب الله الحقيقي من بطأ بي عمله لم يسرع به نسبه فهل أنت حاولت ودرست كيف ترضي ربك قبل أن تقدم عليه ولذلك لما دخلوا على عمر بن عبد العزيز تذكرونه بالشهادة وروحه تنازعه قال ومتى نسيت حتى تذكروني به ثم نظر إلى السماء وقال جمالك في وجهي وحبك في قلبي وذكرك في فمي فكيف تغيبه يبقى الإنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى هو كما قال الشافعي لما أحضروا له الطبيب في آخر يوم كان خرج فيه من الدنيا قالوا طلبوا لي طبيب الوراء طبيب الناس وطلبت أنا طبيب السماء طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء الله الطبيب بتاع البشر ده يكتب الدواء ومن اللي يضع فيه الشفاء الله فرب العبادة عز وجل ده إنسان موصول بالله أرضى خالقه قبل أن يلقاه فالإنسان لا بد له من هذه الثلاث حتى يكون عاقلا الذي يترك الدنيا قبل أن تتركه يبقى يستعد حتى الموظف الكبير اللي قعد في الكرسي الوزارة والإدارة يعمل لليوم اللي هيخرج فيه من الوزارة ولما يجي لزورهم يحنوا إلى أيامه بارك الله فيك أبو فران ولا تركت أثر طيب فيه سبحان الله وإذا غاب عنهم افتقدوه وإذا مات ترحموا عليه إنما العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبره قبل أن يسكنه وأرضى ربه قبل أن يلقاه هل أنت من أحد هؤلاء أم أنت تجمع هؤلاء الثلاثة في عقلك أنت وتدبر وتستعيد هكذا تكون عاقلا أما الإنسان الجاهل الذي يعني يمسك في الدنيا بليه إسنان ويظلم الناس والذي لا يجهد نفسه لمرحلة البرزح والقبل والذي لا يرضي ربه قبل أن يلقاه جعل الله وإياكم من العقلاء الذين يعرفون ويعملون بما يعرفون ويتعلمون فإن الإنسان يظل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل نسأل لأن يختمل أنا ولكم بالصالحات لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر